الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فمع ومضة من ومضات إعجاز القرآن العظيم نقف عندها عند قضية عرفت في الزمان الحاضر باسم أبحاث الهندسة الوراثية أبحاث الهندسة الوراثية علم هذا وفيه فوائد كثيرة جدا يعني في علاج الأمراض فيه أشياء كثيرة جدا ولكن اللعب بالصبغيات ومحاولة تغيير المعلومات الموجودة في أساس الخلية التي خلقها الله سبحانه وتعالى فهذا شيء خطير جدا هم أنفسهم لا يثقون به لذلك تجد هذه المواد تباع بطريقتنا الخاص كذلك هي متهمة حينما يحصل كل شيء من مرض ونحوه إضافة إلى أشياء كثيرة عانى منها كثير منكم ومن كان أدرك الزمان قبل هذا اللعب يعني مثلا حينما كنت صغيرا وأمشي أركب مع والدي يمر بالقرى في الفرات كنا نشم رائحة الخبز من مكان بعيد وله رائحة طيبة الآن الخبز في فمك ربما لا تشمله رائحة المهم هو الإنتاج الكثير الآن أين ذهب تلك الرائحة الجميلة كذلك الخيار هذا يعني التوت الأرضي هذا الذي كان رائحته عذبة جدا وجيدة ألان يتوم بشيء يبقى قاسيا ومنظره جميل أنظر الخيار منظره جميل وقوي جدا لا يوجد فيه شيء من المرارة ولكنه ليس طيبا أبدا هذا العبث وهذا اللعب بالكائنات سواء في عالم النبات أو في عالم الحيوان أين نجد الإشارة إليه في كتاب الله جل جلاله أسرع إشارة في هذا هي ما أخبر به الله سبحانه وتعالى عن نية إبليس الإجرامية في توريط بني آدم بمثل هذه الأشياء الخطرة قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام أكثر المفسرين كانوا ينظرون إلى الصورة التي كانت في عصر الجاهلية وهي أنهم يشقون آذان الأنعام يجعلونها للآلهة وهذا بلا شك من فعل إبليس ومن إضلال إبليس لكن لاحظ هنا وهذه الواو عاطفة قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله هذا التغيير في الخلق ربما يلزم عنه أشياء كارثية كفيلة بالقضايا على الإنسان يعني هذه الثمر التي تعيش في الأرض منذ مئات الآلاف من السنين وتعرضت لظروف كثيرة جدا جدا حتى صامدت وبقيات وصار عندها مناعة قوية جدا اكتسبتها على مدى قرون طويلة بما زودها الله تعالى من قدرة على التكييف الآن حينما تلعب فيها وتفسد شيئا بسبب الحصول على الربح الوفير على الكثرة هذا كله من تلبيس إبليس ومن لعب الشيطان وهو من تغيير خلق الله كيف يغير خلق؟ الشفرة الوراثية تسير بطريقة معينة تدخل فيها من أجل أشياء معينة من أجل أن يزيد الإنتاج من أجل أن لا تفسد طيب رأينا ماذا؟ رأينا اختلالا في الوظائف يعني مثلا فواكه ما كنا نراها إلا في الصيف وهي تناسب الصيف لأنها لطيفة مرتبة كذا تناسب الجسم سننا نراها في الصيف وفي الشتاء وفي كل وقت والناس يأكلون وإعتدوا عليها طيب هل هي تناسب الجسم في كل وقت وحين؟ هنا مشكلة كبيرة جدا لذلك هذه أشياء خطرة جدا إليها جاءت الإشارة في قوله تعالى بتغيير خلق الله نسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بالقرآن العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين